خدنا هنا زوجين متمثلين اللي هما الهومولوجس بيرز ده في الكروموسوم رقم واحد تمام في نبات البازلاء البي بلانت ده في الكاريو تايب اللي شفناه في الفيديو اللي فات وكبرناهم لما كانوا في صورة كروماتيدات شقيقة ده بيحصل امتى وكلام ده شرحناه قبل كده اثناء عملية انقسام الخلية لان زي احنا عارفين بيحصل تضاعف في المادة الوراثية فبيكون شكلهم كده ماشي كده يا شباب زي ما احنا شفنا وشرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان الحاجات الزرقة دي هي جينات والجينات دي موجودة على الكروموسوم يعني ده كروموسوم وده كروموسوم وقلناك شكله عامل كده عشان دول اثناء الانقسام بتاع الخلية وعرفنا قبل كده برضو معلش انا بيراجع يا جماعة لان الحتة دي مهمة جدا في ربط ايه الدروس ببعض وعرفنا قبل كده الجين ان هو وحدة الوراثة اليونت اوفريديتي هل هنا نشوفها هي موجودة حتى هنا عشان ما بقاش بقول كلام مش موجود قدامكم على السكريم اه ده جين اليونتوفريديتي وبالعربي هنا هي وحدة الوراثة اهي او جزء من الدي ان ايه مش احنا قلنا اللي موجود في الكروموسومات دي هو الدي ان ايه هو جزء منه مش دي اجزاء من الدي ان ايه مش ده جزء اهو وده جزء التاني وده جزء التالت اهو الجينات دي هي اللي بتتحكم في اظهار الصفات التريتز من الصفات دي لون زهرة نبات البازلاء البي بلانت خلينا ننزل هنا هنا في لونين لون اللي هو البيربل واللون الابيض ده ده بيربل وده بيربل وده ابيض البيربل طبعا اللي هو القرمزي وده الابيض الوايت لاحظ مندل ظهور بعض الصفات الظاهرية بنسبة اكبر من البعض الاخر يعني زي ما احنا شايفين هنا لون الظهرة القرمزي شايفين هنا اتنين هم ظهرين وهنا واحدة بس يعني نسبة لون الظهرة القرمزي اللي هو البيربل بيظهر اكتر من لون الظهرة البيضة او ظهرة البيضاء اللي هي الوايت فلاور كالر لذلك احنا بنسمي صفة اللون القرمزي بالصفة السائدة شايفين ده اللون القرمزي هو ده صفة سائدة dominant dominant trait وصفة اللون الابيض بالصفة المتنحية شايفين متنحية recessive trait ماشي كده يا شباب اللون بتاع الظهرة ده بنسميه حاجة اسمها النمط الظاهري النمط الظاهري ايه هو النمط الظاهري بقى ببساطة شديدة النمط الظاهري هو بيعبر عن الشكل الظاهري او المرئي للنمط الجيني يعني في جين انا مش هتكلم في تفصيل الحتة دي دلوقتي بس انا عايز اقول الفرق ما بين النمط الجيني وبنمط الظاهري في جين ادى لظهور الصفة دي صح كده وفي جين تاني ادى لظهور نفس الصفة ماشي كده ولذلك بنسمي ده نمط ظاهري phenotype بعيد عن ايه هو النمط الجيني بتاعه وهنا في جين ادى لظهور النمط المختلف للنمطين الظاهريني التانيين دول يعني دول الاثنين النمط الظاهرية لبيربل فلاور كالر لكن ده نمط ظاهري لوايت فلاور كالر يبقى ده اسمه الفينو تايب او النمط الظاهري في جزء بقى مهم هنرجع له وهنتكلم عليه دايما يعني ولازم حتة دي نفهمها كويس او ايه نعرف معناها ايه لما يكون فيه شكل مختلف للجين ده بنسميه او بنطلق عليه اسم القليل يعني ايه الكلام ده شايفين هنا الار والار دي ادوا لظهور النمط الظاهري اللي هو اللون الظاهرة البيربل والار كابيتل دي انا اش رح قصة ار كابيتل وار سمول دي بعدين والار كابيتل والار سمول دول ادوا لظهور برضو نفس النمط الظاهري الاختلاف ما بين الجين ده والجين ده هو ده اللي بنسميه القليل خلينا نرجع بقى هنا عشان نفهم الموضوع ونكبر هنا براحتنا ونشوف بقى الموضوع بالزبط ادي هنا اللون الازرق للجين وادي اللون الاحمر للجين ببساطة شديدة جدا اللون الاحمر للجين ده هو القليل شوفوا هنا ده قليل او قليل بالعربي للجين ده ده جين جين اهو وده القليل بتاعه يبقى ده ببساطة شديدة جدا القليل هو ايه هو الشكل التاني للجين يعني ايه يعني هنا الشكل ده ادى لظهور اللون الابيض بتاع الظهرة شايفين وده الجين ده اهو اللي هو الازرق العادي اهو موجود هنا نفس الوقت ايه موجود هنا اهو خلاص وموجود نجيبها هنا من هنا كده موجود اهو ده شكل مختلف للجين او شكل تاني للجين ادى لظهور صفة ظاهرية مختلفة ولذلك اطلقنا عليه اسم القليل موجود هنا حتى في التعريف القليل هي الاشكال المختلفة للجينات او القليل are different forms of genes